نجي دلوقتي مشكلة الثانوية العامة وقافة الثانوية العامة ظاهرة الغش ودي كانت في السنوات الماضية البعيدة مثلا 7-8 سنين قد تكون هي السمة الرئيسية في شكل امتحان الثانوية العام دلوقتي الضوابط الشديدة بدأت تقلل ديني أمثلة لها يعني الضوابط اتعملت الثانوية أولا لحد السنة اللي فاتت والقابليها أقل بشكل كبير جدا لأن الورقة الامتحانية بالضبط الورقة الامتحانية نفسها الكراسة اللي انت بتمتحن فيها أستاذ محمد على كل صفحة في باركوت في رقم سري أنا ما بشوفهوش ما بتشوفهوش وبالتالي انت ممنوع عنك تماماك تخش لجنة الامتحان وانت معاك جهاز محمول أو سمعات بلوتوث وخلاف وأنا كمسؤول عن اللجنة معانا أو الامن جوه بره أو في بداية البوابة بتاعة المدرسة معاهم أجهزة لي أو عصة إلكترونية عشان تتأكد إننا مش شايل محمول وخلافه وخاصة في بعض البنات المحجبات سمعات بلوتوث وممكن تخفي جهاز محمول هافطارد بقى وده حصل السنة اللي فات بره أني مفتل الفون عادة عادة فالحالة دي إنما هجأ وأنا عادة لأن أنا متفق مع حد من بره عشان أبعت له وأصور له ورقة الامتحان وأبعتها له بره إذا صورتها دلوقتي وبعتها ليك بره أنت المدرس الخصوصي بتاعي وهتبدأ تتواصل معا عشان جاء بعد عشر دقايق هيكوها هلاقي ناس فوق دماغي على طول إزاي بقى عرفوا إزاي أجهزة المختصة بالمكافحة أو اللي جاء الإلكترونية دي هتلتقط الإشارات اللي طلعة من أي مكان من أي مكان على مستوى الجمهورية في أي لجنة على مستوى الجمهورية يبقى من خلال البركود اللي موجود على الورقة دي يبقى الورق دي اللي قاعد على الدسك ده في اللجنة الفلانية بدأ يبعت ورق الغش اللي هو واحد مدرس بره فورا يتم بدخول اللجنة هو لسه قاعد في اللجنة البركود اللي عندي قطالب غير اللي عندي زميلي على كل واحد كل واحد لبركود خاص لما مختلف تماما أنا هعرف مكانك إزاي دان هعرف مكانك ولجنتك والمكان اللي أنت فيه ومعروف أن مدرسة كذا بمني الأمر بالتماما أقول لحضر لك بعد عشر دقائق لأن أكون قريب منك كأجهزة أمنية وهجب أضبطك وأوقع عليك العقاب الذي قد يصل إلى الفصل أو منع أو حرمانك من السنوات العامة لمدة سنتين أضف إلى ذلك السنة دي أضيف حاجة كمان يعني كاميرات مراقبة داخل كل لجنة عشان رصد حركة الطلاب كمان مش مجرد أن أنا عندي اتنين مراقبين في اللجنة لا فيه كاميرات مراقبة متركبة كل لجنة على مستوى الجمهورية فيه كاميرات مراقبة عشان رصد حركة الطلاب طب الورقة الانتحانية ما أنا ممكن أغش من الجنبي طيب اللجنة قد تكون أربع صفوف الصف الأولاني بياخد كرسات أسئلة وإجابات فيه ترتيب معين للاربعين سؤال أو التلاتين سؤال أنت حضرتك في الصف اللي جانبي هي نفس الأسئلة بس ترتيب الأسئلة عندك غير ترتيب الأسئلة عندك فأنا جاء له أستاذ محمد هو الرقم خمستاشر إجابته عندك إيه رقم خمستاشر اللي عنده قد يكون عنده رقم اثنين أو ثلاثة فأنت مش هتعرف تجواه بالتالي لازم يعرالك السؤال كل بالتالي الغش بيننا داخل اللجنة هيكون صعب جدا الغش بالأجهزة الإلكترونية وخلافه حتى لو أنت تحايلت على تأوى أدخلت جهاز محمول ولد أو بنت وتمكنت أنك أنت ترسل أي صورة من داخل اللجنة آه فيه كاميرات كمان داخل اللجنة مرأباك إنما هافطارد أنك أنت تغلبت على دول كله من خلال الباركود وهذا هي بسانة مستند ضدك باركود اللي موجود على كل ورقة هيتم التقاطه إلكترونياً وهيرفه مكانك فين على طول وبالتالي يتم ضبطك الحالات السنة اللي فاتت أقلت بشكل كبير السنة دي أنا متوقع إذا حصلت قد أدخل من إعدامها؟ مش أشوف أهدام في الحياة في بشري في بشري بمحاولات التحايل بس أحياناً أستاذ رفعت اللجان اللي في أطراف المحافظات وأطراف الجمهورية بيسهل فيها الخشي ده صحيح وحصل السنة اللي فاتت مش هنكرها حوالي هذا السنة دي كل اللجان اللي ثبت إن فيها غش جماعي بس هنا مش غش جماعي باستخدام المحمول وخلافه ده ده أفراد بيخشوا مع اللجنة نفسها يعني فهنا متى صعب إنك إنت تطبطها إلكترونياً ومفيش قوات أمنية مع اللجان دي؟ لا هي المفروض برا لتأمين اللجنة إنما ما يعرفوش اللي جوا بيحصل مدام إنت بقى متحكم في اللجنة وقادر إنك إنت تخش اللجنة وتغشش أولاد والآخره ده قصة ثانية ولهذا هذه اللجان اللي حصل فيها غش جماعي السنة اللي فاتت منيعت السنة دي أن تكون فيها امتحانات للسنة والعامة يا الله خالص عدد اللجان كان كتير؟ أه يعني حالي 7-8 اللي جان على الأقل يعني محافظات بعينها في السعيد؟ الجزء الأكبر في السعيد وخاصة في المناطق المضطرفة اللي في القرى وخلافه اللي يعني في المناطق إنت لو مشيت فيها ما تلاقيش حد المدرسة بس وبالتالي في الصحراء بالتالي حتى بيبأ أمرار بيبأ أولياء الأمور يعني فيها نوع من الإغراءات للمراقبين عزومات وخلافة أو تهديد يعني لص تلاقي مثلا خمسين ستين حد ملافف حوالين المدرسة يعني إيه لو ما ساعدتش ولادنا دا تلاغت فيها كل هذه اللي جان التي ثبت إنها بتقوم بعملية الغش الجماعة تلاغت تماما في سنة من السنات أيام الدكتور حسين كامل مدين رحمة الله عليه كان مثلا في لجنة الحسينية في الشرقية كان الغش بالميكروفون من بره يعني هنا بقى لا أخش جوى اللجنة أيام الورق لابتعانات الورقية بطريقة معينة بروح باعت ورقة بطريقة أو بأخرى توصل ورقة بره يبقى نمسك الميكروفون إجابة السؤال الأول كذا إجابة السؤال التالي وبالتالي كانت بتلو مشكلة كبيرة يعني عبلة كامل في الليمبي كانت بتمثل دور حقيقي دور حقيقي واقع موجود إنما دلوقتي تقلصت عملية الغش بشكل كبير جدا بسبب الإجراءات الكثيرة التي اتبعت لأن في النهاية برضا أستاذ محمد أنا عايز اللي هيطلع ده منه الطلاب مدرس محاسب طبيب طبيب أولا أنا عايز أقضي على محاولاته أنه هو لا يحصل أحد إلا على حق بالغش فالغش ده ده من أخطر ما يمكن طب لما أنت هتبدأ وسيح حياتك بالغش وتنجح ولقيت نفسك نجحت وجبت مجموع عالي وخلاف تماما تتخرج هتعمل إيه في المجتمع هتعمل إيه مع المواطنين هتقود حياتك كلها كده طبعا من أخطر ما يمكن فإذا هنا بحاول ونعطي لكل ذي حقا حقه المتميز يأخذ فرصة كبيرة طيب في نقطة دايما متعودين عليها في السنوات العامة قبل الامتحانات بكمشة يعني رجل ذو حزوة وسطوة يروح نائل ابنه من المدرسة ممنوع منع بنعم بقتا ممنوع التحولات خالص السنة دي من اللي جان للي جان اللي كان يؤديها بقى والتحديد كان بيروحوا الودي الجديد وبعد ما يودي الجديد واللي جان هناك ما تم يعني إيه السيطرة عليها بشكل كويس وتزبطها ويجيب الـ 95 والـ 97 في المئة فيحول القيار ده كل منع 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 بقتا اللي بقى إيش فيه تحولات خالص خالص دي حاجة التانية أنا بطمن أولياء الأمور أدام الأمور منضبطة كده وابنك هياخد حق وابنك أرجوك حاول إنك أنت الأول وابنك أو بنتك وهم بيذاكر دلوقتي سألت توفر بس لهم الجو الهادي في عملية المذاكر إن هما ما يصهروش ما ياخدوش منبهات كتيرة ما ياخدوش واجبات كئيلة وتحاول توفر الجو المناسب للأولاد